لوان فايز دويري في عمان من تخبير عسكري واستراتيجي هناك حديث الآن من الجانب الإسرائيلي عن ضربة محتملة متكرر هذا الحديث ولكنه هذه المرة يترافق مع ارتفاع نسق المشاورات العسكرية مع الولايات المتحدة هل تتلمس أي تغيير ربما في طبيعة التهديد الإسرائيلي هذا؟ يعني إذا أردنا الحديث عن توجيه ضربة إلى المنشآت النووية فهذه الضربة لن تقتصر على المنشآت إنما سيمتد تأثيرها لضرب أهداف أخرى والآن كان هناك ثلاثة تصورات عامة هل ستنفذ أمريكا الضربة منفردة؟ هل ستنفذها إسرائيل منفردة؟ أم سيتم تنفيذها بالتعاون ما بين الدولتين؟ لنبدأ بإسرائيل منفردة كافة القراءات العسكرية والإستراتيجية تقول أن إسرائيل لا تستطيع تنفيذ ضربة بصورة منفردة دون مساعدة أمريكية تقنية وتقديم الغطاء والضوء الأخضر لماذا؟ لأن بعض المنشآت النووية سواء نتانز أو فوردو تأتي في عمق الجبال وهي تحتاج إلى قنابل محددة وتحديدا أم القنابل الأمريكية وهي غير موجودة في إسرائيل الأمر الآخر مشكلة إعادة التزويد جوا إسرائيل لا تمتلك القدرات الكافية وبالتالي ينتقل الحديث إلى توجيه ضربة أمريكية منفردة هذا الخيار تم دراسته من قبل البنتاجون ومراكز البحث وتم وضع أربعة سيناريوهات بدءا بهجوم شامل يغطي ألف هدف على شكل موجات متلاحقة لمدة قد تمتد لثلاثة أيام ثم جاء السيناريو سأتحدث نزولا السيناريو الآخر توم ماكينزي يتحدث عن خمسمائة هدف السيناريو الثالث يتحدث عن ثلاثمائة هدف والسيناريو الرابع يتحدث عن ضربة وقائية توجه فقط للمنشآت النووية هذه السيناريوات قد تنفذها أمريكا منفردة أو بالمشاركة أو الاشتراك الإسرائيلي لكن حتى اللحظة الحالية رغم كافة التحضيرات ورغم المناورة الأخيرة وكانت مناورة طيران لمسافات بعيدة لمهاجمة أهداف تعتبر أهداف نووية إيرانية واستخدام عمليات إعادة التزويد بالوقود في الجو رغم ذلك لا تزال المقاربة السياسية هي العنوان الرئيسي الأمريكي أيضا بالإضافة للمقاربة السياسية لواء دويري هناك تحذير إيراني وتحديد مضاد كيف يمكن أن يقرأ هذا أمريكيا وإقليميا؟ ما هي القدرات الإيرانية للرد؟ القدرات الإيرانية للرد تأخذ عدة مستويات أولا أن تقوم إيران منفردة بالرد وهذا الرد سيكون ضمن الصواريخ ولديها صواريخ تطال إسرائيل وبالطائرات المسيرة البعد الآخر وهو الأكثر إيلاما لإسرائيل ولأمريكا أن يتم تنفيذ الضربة أو إعادة الضربة من انطلاقا من إيران ووكلاء إيران وهنا نتحدث عن أربعة مناطق نتحدث عن حزب الله في لبنان نتحدث عن الماليشيات الإيرانية في سوريا نتحدث عن الحوثيين نتحدث عن حركة الجهاد الإسلامي وبالتالي سيكون الرد إما منفردا أو بالاشتراك مع الوكلاء شكرا لك لواء فايز دوير الخبيل العسكري استراتيجي تحدثا من عمان